دواء يستخدم لعلاج الهارت فيليور وأيضاً بنفس الوقت يستخدم كعلاج لأنتي أرثمك يستخدم لعلاج الهارت فيليور اللي هو فشل القلب وأيضاً كأنتي أرثمك المضاد لعدم انتظام ضربات القلب بس هذا دواء كونتروفيرشال وبنفس الوقت ممكن يؤدي هو إلى توكسيسيتي وممكن يؤدي هو نفسه إلى موت المريض وممكن يؤدي إلى تضاعف الحالة يعني دواء شوية ما متفقين عليه كل طباء شنو هذا الدواء تعرفوا ويانا خلال الفيديو ديجيتالس أو دايجوكسين الديجيتالس أو دايجوكسين هو مستحضر يحضر من نبتة هذا المركب هو مركب يدخل في العلم الأدوية أو الفارماكولوجي كعنصر من الأدوية المصنفة ككارديك غلايكوسايت شنو هذا الكارديك غلايكوسايت أو شنو هذه الأدوية؟ هذا الأدوية من مجموعة الاينوتروبي اللي شنو معناها الاينوتروبي طبعا شرحته في فيديو سابق معناها تزيد من انقباض القلب أي تزيد من قوة انقباض القلب زيان شنو المشكلة بهذا الدواء؟ خلي نحكي شوي عن الميكانيزم أوف اكشن وشلون أصلا يعمل هذا الدواء؟ مثل ما نعرف أنه عندنا شيء اسمه بالخلايا يعني بالجسم أكشن بوتينشل وجهة الخلية الأكشن بوتينشل هذا لما يصير عندنا آيونات صوديوم تدخل داخل الخلية آيونات بوتاسيوم تخرج بعدين لازم ترجع العملية وأيضا في حالة القلب كاليسيوم أيضا يدخل داخل العضلة القلب وهو أصلا مسؤول عن الانقباض فالدجيتالس أو الديجوكس يشي سوي يمنع مضخة اسمها صوديوم بوتاسيوم اي تي بي ايز شنو هذا صوديوم بوتاسيوم اي تي بي ايز؟ مضخة الضخ تخرج الصوديوم وتدخل البوتاسيوم وبنفس الوقت حتى شنو حتى تساعد على خروج الكاليسيوم من خلال الخلايا اي ترجع الخلية إلى حالة الراحة هذه الفكرة مالتها انه هي ترجع الخلية إلى حالة الراحة ليش لانا تخرج صوديوم تخرج الكاليسيوم طبعا هي مراحة تخرج الكاليسيوم بشكل مباشر لانا تصورك وناس راح يقولوا لا هي مراحة تخرجه لما تخرج الصوديوم الصوديوم هذا نفسه هو يستخدم كطاقة لخروج الكاليسيوم فبالنهاية لو احنا وقفنا هذه المضخة معناها صوديوم اكثر راح يضل داخل الخلية وكاليسيوم اكثر وهمشي الكاليسيوم لان معناها شنو الخلية راح تقدر الدك او تنبض بضربة اقوى وتقدر تنطينة قوة اكثر للخلية العضلية نفسها لان كل ما يزاد الكاليسيوم زادت قوة او انقباض الخلية العضلية هذا شنو عرفه طبعا هنا لانه ايضا هو يدخل في عملية الاكشن متنشر ويوقفها او يدخل باخر مرحلة منها فايضا هذا راح يدي الى تغيير في عملية الاكشن متنشر ولذلك ايضا يستخدم كانتي ارثميك او مضاد للارثمية على منتظام ضربات القلب طبعا الاستخدامات متعينة راح اشرحها اكثر من نشرح الانتي ارثميك بس حتى تعفوها كفكرة شنو المشكلة بهذا الدواء؟ هذا الدواء استخدموه لعلاج الهارت في اليار طيب هذا الشي زين المشكلة انه هذا العلاج شي سوي يخلي كاليسيوم اكثر يبقى بالخلايا فالخلايا لازم شنو؟ الضخ او تنقبض بكمية اقوى زي المعناها شنو؟ معناها راح تحتاج اوكسجين اكثر والشخص اللي يعاني من هارت فيليار هو اصلا عنده مشكلة في ضخ الدم ضخ الدم للجسم وضخ الدم للقلب نفسه وبالتالي احنا لو زيدنا الجهد على القلب على المدى البعيد ممكن القلب راح يتعب لان راح يصيب اكثر محتاج اوكسجين ومحتاج نوتريشنز وبالتالي هو اصلا داخل في حالة فيليار فبالتالي راح ممكن يدق منه بشكل اكبر وديساعدنا نوعا ما على علاج الهارت فيليار بس على المدى البعيد راح يتعب القلب اكثر لانه سوينا شغل عليه اكثر فلذلك قسم الاطباء يستخدمون علاجات ثانية مثل البيتتاب لوكرز الايس انهيبيترز والدايراتكس المدررات والايس انهيبيترز اللي توسع الشرايين والبيتتاب لوكرز اللي تقلل دقات القلب حتى يقلل الجهد على القلب فهي ظلت موضوع كونترا فيرشال واتمنى اسمع عراءكم بالتعليقات اللي حاب يدخل بهذا الموضوع يناقش يعلق انا كلش اكون ممنون واسمع عراءكم فالمهم فهذه الكونترا فيرسي بهذا الموضوع انه ممكن هو يعاج هارد فيلير بس ممكن على المدى البعيد يضاعف لنا القلب اضل المسألة كونترا فيرشال ما راح احسمها في هذا الفيديو اشوف تعليقاتكم واشوف اش راح تجاوبون عليها بالنسبة للإنديكيشن فقلنا يعني ليش نستخدمها للهارد فيلير والأنتي أريثميك بس لازم تعرفونه اللي كونه يدخل بالاكش ميتش ترى هو نفسه لو زاد مثل نحن نقول مثل كل شي زاد عن حده ينقلب ضده فلو انطينا دواز اعلى من الديجوكسين اللي هو أنتي أريثميك راح يتحول الى دواء يساعد على الأريثمية ليش لانه راح يخربط عندنا الاكش متنشل اكثر من المحتاجي وبالتالي راح يؤدي الى أريثمية يؤدي الى جميع انواع الأريثمية بعض ما راجع تذكر ما عدا موبيتس تايب 2 شنه موبيتس تايب 2 هذه ان شاء الله لما اشرحها في فيديو عن الإي سي جي احوضحها اكثر زيان شو بقى علينا على هذا الدواء لازم نعرف هذا الدواء عنده سايد افكت كلش واسع يسوي نوازية مشاكل بالجي اي ممكن مشاكل هواية أهم شي نعرف يأثر على العصب البصري ويأثر على البصر لأنه يأثر على الخلايا البصرية نفسها فممكن يسوي لنا وقسم ماجهة تذكر ممكن يؤدي الى بلاينس بس المهم يعني خلي نقول أكثر شي يؤدي الى مشاكل في البصر هذه لازم نعرفها على الدايجوكسين وأهم مشكلة بالدايجوكسين لو صار عندنا توكسيستي الأرثمية لأنه ممكن يدخل المريض في أرثمية متنوعة وممكن تؤدي الى موت المريض زيان هسا الدايجوكسين صار قمنا نخاف منه شنو الحال اكو علاج اذا زيدنا جرعة الدايجوكسين ممكن ننطي هو الديجفاب او عبارة عن انتيبودي مفاد للدايجوكسين مصنع ننطي بالمريض راح يصطدم بالدواء وراح يحطم الدواء وبالتالي راح نخرص من تأثير السمي للدواء بس طبعا ايضا لازم نعالج الارثمية وملاحظة مهمة لو شخص خاصة ما احتفيدك بالطبارة لو شخص كان متسم بالدايجوكسين وصار عنده نوع من الارثمية نسميه طبعا نحن الدواء النمطي في هذه الحالة هو الاميودارون لكن ويد دايجوكسين نمطي اللايدوكاين لأن الاميودارون لو انطينا ويد دايجوكسين راح يأدي الى تضاعف للحالة وممكن المريض يدخل بارثمية اكثر مو راح نحل المشكلة فلذلك الافضل ننطي اللايدوكاين طبعا ممكن طبال اختصاصي فيديونا اكثر في هذا الموضوع لو حبوا يعلقون هذه المعلومة شفتها وقرأتها فحبيت اضيفها ممكن احد يتفقوا ياه اختلفوا ياه اسمع عراءكم لأنه بالنهاية موضوع كونتروفيرشل خاصة بالنسبة للدايجوكسين حبيت اشرح لكم هذا الدواء طبعا هذه الفيديوهات تأخذ جهد ووقت هواية فاللي حاب يدعم الصفحة حتى تزداد الصفحة ويزداد على المتابعين إلها وبنفس الوقت تزداد الفائدة للجميع اعمل لايك أو شير ويسوي تاقل احد اصدقاء اذا شاف ان الفيديو ممكن يستفاد من عنده اشكركم للمشاهدة وابقاكم في فيديو ثاني وطبعا هنانا السؤال راح اخلي اشوف من راح يعرف يجاوب عليه هل الدايجوكسين يستخدم ويا وولف باركنسون وايت سندروم واذا ما يستخدم ليش السلام عليكم